اليوم نستقبل وفداً من رجال أعمال ميانيين في صناعة اللحوم الحمراء بإسبانيا وكما تنعرف جميعاً بعد سنوات من الجفاف تعرف المغرب تراجعاً في عدد رؤوس القاطية المتواجدة بالمغرب بما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعرفوا حين المستهلك المغربي ومدى تعلقه وتقافته باللحوم الحمراء مما جعلنا نبحث عن مجموعة من الحلول بعد إجراءات الحكومة التي رفعت الرسوم على استيراد اللحوم الحمراء وكذلك النظر القرب إسبانيا من المغرب مما جعلنا نتواصل مجموعة من المهنيين والشركات والحكومة الإسبانية وكذلك لقدوم جموعة من الشركات للتواصل مع الجزارين وخصصاً منهم الصغار لذلك سيأتي نتائج إيجابية لعرف بشيء نتائج إيجابية لتكون التراجع في أسعار اللحوم وأعتقد أننا نكون مدرساً لتكلم من طريقي لأننا نتعلق مع جد من المرة وقوم أي اعتقد أننا نكون مدرسانية لتكون لتكلم من الفيديو وعندما إلى الوقت التي تكون لتكلم من الفيديو مارroquí. Ha sido más que excelente. Han abierto todas las facilidades y por parte de la delegación española bueno tenemos un gran interés en poder exportar el producto que venimos aquí y que ellos son conocedores de la carne de vacuno y de la carne de vino que es un producto muy apreciado por los marroquí y vaya yo estoy convencido que de estas jornadas de los tres días que hemos venido a Marruecos nos vamos vaya yo ya estoy muy contento de los resultados que están habiendo y me imagino que entre hoy y mañana como se dice rápidamente los vamos a rematar. Mi año espanol que ya se ha convertido cerca de 100% en la carne y 70% en la carne y en la carne y en la carne y en la carne espanol en la carne de la carne الحمراء راح حاضرة طبعا بالنسبة للمغاربة الشركات المغربية جد مهم انهم يستغلوا هاد اللقاء باش يوضطوا هاد العلاقات وممكن تفتح المجال لاستيراد هاد هذه اللحوم من بلد صديق بلد قريب واللي كي ساهم خاصة النقل غادي يكون باقل تكلوفة والجودة انت على اللحوم في اسبانيا سواء كانت بقرة وغنام جودة ممتازة دليل لذلك ممكن استفسار عنده في مطاعم المغربية جد مقيمة هاد اللحوم واعتقد ان اللحوم حيوانات استيراد الحيوانات الحية لا يؤدي الى انخفاض هذه الاتمام فبتالي لبدء استيراد اللحوم الحمراء مدبوحة سيساهم بشكل كبير في انخفاض الاسعار تتعرف في المغرب لا يحبون اللحوم المجمدة فبتالي هذه اللحوم ستأتي طازج لان المسافة ديها النقل وكأنك تنقلها من شمال الى جنوب اسبانيا فبتالي يمكن ان تصلها في خلال 24 ساعة وكما نعلم اللحوم هذه لها صلاحيات تدوم خاصة في الخاروف اكتر من 20 يوم وخمستاشر يوم وفي اللحوم ديها البقر ما عندهش نهاية صلاحية كلما طال في المبرد كلما كانت الجودة احتم نحن نحن كتب مؤسسات ومحن نحن نحن ندرسة صلاحية خاصة في المعرب And we are developing a new business in export In fact we are trying to improve the Halal market This one is very interesting That's why we are here in these meetings Because we think Morocco is the country That we should have the most More synergies In the sense of business For the proximity For the culture We have a lot of things in common And I think it's a great opportunity To know And to meet the new importers here تحقيقًا مع التزبه و الراحل لنا امن الأهم síضر هي مهمة جدرة للتزبه للغاية الأصدقاء كل تشاؤقت الغلاب الدائرة هنا في المحل. المحل ما يكون محدث للغاية العالية للمãy براية إبغار الهدر التدهاب البلد ونحن نتجد خلال مصرات خلال مصرات ونحن نتجد أن نتجد من هنا لنساعد المدينة والمساعدة لنساعد المنظمة للمنظمة هذه المصرات